السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معدنا مع اه الدرس السابع والتامن والتاسع الصف الخامس الابتدائي الرضيات اللي هو ايه جمع الخصور العشرية والتطبيقات عليها تمام انا عندي فيه تلات استراتيجيات اول حاجة اسمها استراتيجيات النمازج وهي هتزهر دلوقتي تمام هتزهر دلوقتي قدامك على الشاشة وهتشوفوها فكرة ايه الفكرة انت بيجي لك رقم تمام وبتاخد الرقم ده زائد مسلا يديك رقم تاني فالمفروض انت بتجمع الرقمين فانت بتبدأ هتاخد اول رقم وهتلونه كله وبعد كده تحط الرقم التاني وتلونه كله وتقوم عادد عدد المربعات هيطلع لك الناتج دي طريقة تمام فيه طريقة ثانية اللي هي بتاعة الكريمة المكانية اللي هي جزء من عشرة جزء من مية جزء من الف برضو السورة هتزهر لكم دلوقتي تمام دي احنا اخدناه في المحاضرات اللي فات كنا اخدنا ازاي بنوزع الارقام تمام هو هيجيب لك ارقام رقمين زائد بعض يقول لك اجمعهم لي خلاص وبعد ما توزعه في الجدول هيقول لك اجمعه انت بعد ما بتوزع في الجدول بيبقى الرقم بيبقى سهل بالنسبة لك فبتجمع الرقمين مع بعض بيطلع لك الناتج وفي الحاجة التالتة اسمها الخوارزمية المعيارية اللي هي اللي هي الجمع العادي خالص اللي انا بحط رقمين فوق بعض تمام وابدأ اجمع دول التلت طرق انت بتحل بايه اي طريقة تعجبك انت بتقدر تحل بيها فيش حد بيقول لك تلتة التلتة كام يعني اي اي طريقة انت عايز تحل بيها حل بيها ما فيش مشكلة يعني مسلا ناخد نموذج زي كده ادي صفر معنا اهو والعلامة دي خمسة خمسة زائد تمام ادي صفر علامة اتنين خمسة هو هنا بيقول لك اجمع لي خلاص يا اما بقى زيما قلتلك هتعمل الجداول وتوزع الرقمين خلاص يا اما هتعمل بالكيومة المكانية تحط كل حاجة في الكيومة اللي هي احد العشرات احد الميات وتحط الرقم اللي بعد وتقوم جامع او الطريقة التالتة اللي هم التلتة ارقام مع بعض اللي هو كده اللي انا اهو اخد الرقم ده احطه تحته من راعي طبعا الايه الخانات ونبدأ نجمع نقول له خمسة زائد خمسة عشرة سفر ومعانا الواحد اهو اه خمسة اه خمسة واحد ستة واتنين تمانية وادي العلامة وادي السفر ادي طريقة الحل بانا كده حلتها والله انتشاف ان الطريقة دي اسهل حل بيها شايف الطريقة اللي هي توزيع الاماكن بتاعتك سهلة حل بيها شوف الايسار هنيجي للطريقة بقى التالتة اللي هي الخوارزمية دي اللي انا اوريتها لكم بنعمل ايه بنحط الرقمين فوق بعضه ونجمع زي كده مسلا سي اهو هننزل الرقم ده تحت سفر علامة تمانية خلاص تلاتة ماشي خلي التلاتة هنا بعد جده السفر عشان تبقى لايه الارقام تحت تحت بعضها وهنا سفر خلاص ادي التمانية والتلاتة يلا نجمع هنقول مسلا تلاتة وتمانية احداشر واحد ومعنا الواحد هنحطه على السفر سفر واحد مع السفر هو يعني واحد واحد تسعة تسعة زائد سفر تسعة ودي السفر والعلامة كده انت خلصت طريقة الحال دي الطريقة دي يعني ايه الطريقة دي حلوة اول سهلة جدا طب والله يجي بعد كده قال لك طيب بص يا سيدي في عندنا استراتيجية تانية اسمها استراتيجية تقدير الجامعة اللي هي عبارة عن ايه استراتيجية من خلال اول رقم على اليسار يعني انا بعمل ايه يعني حاجة زي كده هجاء اجمعها خلاص اول رقم على الشمال هاخده وببقية الرقم مليش دعوة بيه يعني ايه يعني انا عندي هنا اول رقم على الشمال اللي هو ايه الواحد هينزل زي ما هو طيب زائد خلاص ده مليش دعوة بيه لكني مش شايفه بعد كده اول رقم على الشمال اهو من بعد الزائد اللي هو السفر احطه خلاص الارقام اللي بعده مش شايفه ودي الزائد واحد زائد سفر هي الواحد دي الطريقة اللي هي بيقول لك اول رقم على اليسار طيب تعالى حاجة زي كده مسلا بيقول لك قرب يعني بيقول لك استراتيجية التقدير باستخدام التقريب لما يقول لك استراتيجية التقدير باستخدام التقريب بقى انا هقرب يعني ايه هقرب الرقم يعني هجي بص كده مسلا ادي الواحد والاتنين من عشرة خلاص اقرب يعني اقرب حاجة توصلني للتلاتين ايه هي كده كده انت زي ما كنت تعمل زمان كنا بنعمل ايه بناخد اول رقم على الشمان نشوفه لو من الارقام الغنية هنزود الرقم اللي بعده وينزل زي ما هو ارقام فقيرة هينزل زي ما هو الخمسة دي ارقام غنية ولا فقيرة غنية هتزود اللي اتنين تبقى ايه تبقى تلاتة ادي سفر وهجي التلاتة هنقول زائد طيب انا عندي الستة هنا اه سوري الاربعة هنا دي غنية ولا فقيرة فقيرة يعني هتحرك الستة لأ يعني ازا سفر ستة خلاص طيب يلا نجمع يلا قبل العلامة واحد وصفر واحد ونحط العلامة وتلاتة وستة تسعة خلاص كده انا ايه بقرب طيب يعني مثلا ناخد مثال حاجة بسيطة كده لو جاب لك الرقم ده وقال لك قربهولي انت كده كده الرقم ده اقرب للواحد الصحيح صح يعني انا هي هي نفس الفكرة لو انا زودت واحد هنا هيبقى عندي واحد صحيح اهو زي ما هو لو انا عندي سفر وتلاتة هتزيد لأ هتبقى سفر زي ما هي يبقى العدد عدد الصحيح بتاعها هو سفر جميل مشي طيب تعالوا ناخد المثال ده هنا اجيب لك اهو عايزين اقرب بقى اجي اه اربعة علامة تسعمائة واحد وسبعين طيب بص انت بتقرب التلات ارقام دول يعني ايه يعني تسعمائة واحد وسبعين دي هي قريبة كده كده من الالف يعني فانا اوتوماتيك هزود ده واحد اهو وخلاص واقول له زائد طيب تعالوا هنا هنا السبعة بعد كده سفر وسفر لا دي بعيدة دي بعيدة لان انا اقدر اقرب للخمسة يبقى الخمسة هتنزل ايه زي ما هي خلاص يبقى انا قربت ده وقربت ده تمام ماشي تمام ماشي احنا كده جمعنا او قربنا لنسبة التقدير باستخدام التقريب طيب انا عندي هنا تعال بقى نبص على دي انا عندي كده زيرو علامة خمسة وتسعين بص هي خمسة وتسعين كده كده ريبة من الواحد الصحيح او حتى لو احنا عملنا بالطريقة بتاعتنا قلنا خمسة اهي من الارقام الغنية زودناها تديك واحد صحيح صح? طيب يعني انا كده هقول له ايه? هقول له والله ايه ادي واحد صحيح نحط العلامة نيجي نشوف النص هنا انا عندي هنا خمسة اه خمسة علاءة زيرو خمسة علامة ولا بعضو حاجة يبقى هينزل زي زي ما هو تمام? تمام تعالوا ناخد بقى المسال التاني بيقول لك اكمل بيقول لك ستة ستة اجزاء من الف زائد تلاتة اجزاء من الف يبقى كام جزءا من الف بص هي مش محتاجة ادي هي ستة كام آآ جزءا من الف والتلاتة جزءا من الف ستة وتلاتة كام يا حبيبي تسعة اهو خلصت طيب هو بقول لك انا عايز القيمة المكانية القيمة المكانية بتاعتهم هتبقى ايه طيب تعالى بقى كده ايه نفسص المسألة احنا جمعنا الاتنين كانوا كام كانوا تسعة صح كده طيب هنقول ادي سفر وبعد كده النقطة وجزءا من الف يعني تلات ايه تلات شرط صح التسعة بتتحط في الاخر وبعد كده طالما ما فيش بنعالجها بايه بنعالجها بالصفار طيب انا عندي القيمة المكانية هنا اللي هو قبل العلامة ده سفر صح صح وعندي الجزء من الف هو ايه ادي التسعة ايه عشان جزءا من عشرة جزءا من مية جزءا من الف والتسعة تلاتي بقى رأيكو سهلة جدا تمام ماشي تعالى بقى نشوف بقول لك قدر ناتج جمع الرقم ده والرقم ده احنا عايزين نجمع عايزين ايه نجمع طب هنجمع ازاي والله احنا ممكن بقى بالطريقة اللي احنا السهلة اللي احنا بنقول عليها هناخد الرقم ده كده اهو اهو علامة تسعة تسعة كام خمسة صح طيب المفوضة هنعكس يعني نخلي الرقم الصغير تحت والكبير فوق او نعمل كده اهو اهو طريقة الحل بقى عتت حل ازاي انا عندي هنا اصلا رقمين وعندي هنا تلات ارقام احنا اتفقنا ان انت عندك تلما الخانة التالتة مش موجودة على طول بنلحقها بايه بنلحقها بسفر صح صح ونبدأ نجمع يلا سفر زائد خمسة هي الخمسة تسعة زائد خمسة تسعة في مخنا والخمسة على قدينا هيبقى معنا اربعة عشر اربعة ومعنا الواحد هنحطها مع الستة ستة واحد سبعة سبعة وتسعة هنحط التسعة في مخنا والسبعة على قدينا يبقى كام ها يبقى ستاشر صح كده ستة والعلامة ومعنا الايه ومعنا الواحد تلاتة وتمانية واحد كام تسعة يبقى كده تسعة يبقى كده الرقم بتاعنا تسعة علامة ستمائة كام خمسة واربعين من جزءا من جزءا من الف تمام ماشي طيب يلا نشوف حاجة تانية انا بيقول لك العدد المميز للكسر العشري العدد المميز عندي فين هنا الرقم المميز التسعة عندي هو المميز صح طيب تعالي وانا عندي العدد المميز للكسر العشري كام ما فيش رقم هيبقى اخر حاجة دي العصف هيبقى معنا ايه السفر طيب عندي هنا العدد المميز الرقم اللي هو الزيرو علامة خمسة وخمسين هيبقى ايه اقرب حاجة للعلامة يعني هنقول اهو سفر علامة خمسة ده اقرب حاجة ايه للعلامة طيب تعالوا اخر حاجة بقى هناخدها النهاردة مع بعض هو بيقول لك رتب اكبر عدد عشري واصغر عدد عشري بس يخلي بالك قال لك جزءا من ايه جزءا من مية يعني ايه جزءا من مية يعني انا هجي هعمل كده هو ادي ادي رقم ودي رقم ودي علامة بقى كده رقم رقم ادي جزء من عشرة جزء من مية والباقي كله معايا رقم صحيح طيب او قال لك من الكبير للصغير اكبر رقم كام اربعة الرقم اللي اصغر منه تلاتة اللي بعده اتنين واللي بعده سفر طيب ده ايه ده اكبر رقم طيب هنجي بعد كده هيقول لك هتلي اصغر رقم طيب خلينا متفقين اللي احنا طبعا عشان نحط اصغر رقم وطبعا مش مال اللي مين مش هيفا نحط السفر الاول هنحط ايه قلنا الرقم اللي بعده على طول اللي هو الاتنين وبعد كده نحط السفر خلاص وبعد كده نحط التلاتة وبعد كده نحط الايه الاربعة ده كده اكبر رقم وده كده ايه اصغر اصغر رقم معانا طيب طيب لو قال لك بقى اجمعهم ليه بقى اللي هو الناتج الفعلي زي ما انا عامل الترتيب الجميل ده هقول له زائد واقول له سفر زائد اربعة فيها الاربعة وتلاتة واتنين خمسة العلامة تنزل اهو تلاتة واربعة واتنين كام يا حبيبي ستة يبقى انا كده قربت له ايه جزءا من مية بالطريقة اللي هو عايزها كده الفيديو بتاعنا خلص ولو الفيديو اعجبكم طبعا مش هقول لكم بقى التعليق والشير واللايك الجميل بتاعكم واشوفكم على خير وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته